والفندوقي الفصل الدراسي الاول زي ما عودناكم ان احنا قبل ما نبتدي نشرح جزء جديد بالراجع مراجعة سريعة كده هو يعني مجرد ان هي بتفكرنا مجرد ان هي بتفكرنا بالنقاط اللي احنا استفادنا بيها شرحا في الحلقة السابقة واحب ان انتوا تكونوا كده ايه مستعدين وعندكم نشاط كده ونسترجع سريعا كده في كم نقطة مجرد بس ان احنا ايه نفكر نفسينا احنا وصلنا لغاية فين في الدرس اللي فيه تعالوا مع بعض كده هو نشوف الاسئلة اللي احنا هنجاوب عليها مع بعض لادراج التاريخ نضغط على مفتاح control والفصلة المنقوطة اللي هي خرف الكيف طبعا احنا استفادنا شرحا في جزئية ادراج التاريخ وعرفنا ان احنا في بعض المهام بتؤديها بتؤديها المفاتيح من لوحة الكيبورد عندنا او لوحة المفاتيح بتحقق لنا بعض الاهداف اللي احنا بنكون عايزين نحققها من القوايم المختصرة اللي بتظهر لنا او من قائمة التبويبات اللي احنا بننفذ منها الاوامر الخاصة بتطبيق ميكروسوفت اكسل يبقى فعلا الاجابة دي صحيحة علشان ان انا ادرج التاريخ بدوس على مفتاحين shift وحرف الكاف او زي ما بنقول الفصلة المنقوطة من على الكيبورد وحب افكركم تاني ان احنا قلنا لما نيجي نضغط على مفتاحين على الكيبورد باستخدم 70 اللي اتنين دولا مع الاحتراف ممكن ان انا استخدم 70 في ايد واحدة يمين او يسار على حسب ما يترقى لي الاتنين بيقدوا نفس الوظيفة ولكن في البداية عشان يكون عندي اتقان لاستخدام مفتاحين مع بعض على الكيبورد لازم استخدم ايديا الاتنين علشان اصبط ادائي واقدر ان انا احقق المطلوب من التطبيق اللي انا بشتغله يبقى هضغط صباعي دوة على زرار الكنترول ما حركوش وضغطة واحدة على الزرار التاني اللي احنا قلنا عليه الفصلة المنقوطة هلاقي ايه اللي خصل عندي على خلية الاكسل تم عملية ادراج للتاريخ تمام طيب تعالوا نشوف السؤال التاني لادراج الوقت نضغط على مفتاحي كنترول زائد شفت زائد النقطتين فوق بعض طيب ده هنا هتطر اضغط بثلاث مفاتيح على الكيبورد في بعض المهام او بعض الاهداف اللي بنحققها من تطبيق ميكروسوفت اكسل بتستدعي ان انا اضغط على ثلاث مفاتيح في الكيبورد ودي بتحتاج مهارة اضق شوية انتم مع استمرار استخدامكم لمفاتيح الكيبورد هتتقنوا عملية ضبط الاداء بنصوابعكم على مفاتيح الكيبورد لو انا هفكركم لو انا اختل اختل معايا التوقيت في الضغط على المفتاحين هلاقي ان اتحققت لي مهمة تانية خالص غير اللي انا عايزيها يعني في التطبيق اللي قبل ده لما قلنا ان احنا لادراج التاريخ بنضغط على مفتاحي كنترول مع الفصلة المنقوطة لو انا صباعي ما تزمنشي الصباعين مع بعض في انه هما يضغطوا على المفتاحين هيطلع حاجة تانية خالص ممكن هيطلع معايا لو احنا بندغط على الفصلة المنقوطة هلاقي طلعت لي في الخلية بتاعة الاكسل لفصلة منقوطة وما طلع ليش التاريخ لذلك بنقول ان احنا لازم نتعود على ان احنا تكون ايدينا دقيقة واحنا بنتعامل مع مفاتيح الكيبورد ودي عملية مصطعبة نهائي هي بس بتيجي مع الممارسة ومع ان انا على طول ايدي بقدر استخدم مفاتيح الوظائف اللي موجود على الكيبورد والمفاتيح الاخرى اللي بتحقق لي المهام اللي انا عايزة احققها يبقى السؤال التاني اللي احنا قلناه علشان ادرج الوقت بدوس على ثلاث مفاتيح كنترول مع شفت مع النقطتين اللي فوق بعض هعمل ازاي صباعي دوة على زرارة كنترول شايفينه ده والصباعي التاني دوة هضغط بيه على الشفت لاتنين كده مع بعض كده بنفس التوازن ما شلش صباعي من مفتاح وخليه على مفتاح تاني لا تمال يتأكد ان انا ضغط على المفتاحين وبصباعي دوة اضغط على اضغط على مفتاح اللي هو فيه النقطتين فوق بعض اللي احنا بنعرفه لكو بزرار حرف الكاف يبقى هنا سابت ما يتخرجش وضغطة واحدة على ايه حرف الكاف او النقطتين فوق بعض يبقى هنا نقدر نقول ان اجابة صحيحة علشان ادرج الوقت بضغط على ثلاث مفاتيخ shift مع control مع النقطتين زرار النقطتين اللي فوق بعض برافو عليكم تعالوا بقى نشوف السؤال اللي بعده للتعديل على محتويات الخلية بعد اتمام الادخال نضغط على مفتاح F2 تعالوا نفتكر مع بعض لان احنا الغرض من ان احنا بنراجع اللي فات مش ان احنا مجرب بس ان احنا نجاوب على الاسئلة انا عارف ان انتو شاطرين وعارفين الاجابات لان انتو على طول مهتمين وبتذكروا اول بول ولكن احنا غرضنا ان احنا نعيد شرح بعض النقاط علشان ما ندخلش على طول في الدرس الجديد ونبقى مش عاملين ترابط بين اللي احنا خدناه قبل كده وبين الجزئية الجديدة اللي احنا هناخدها لان طبعا انتو عارفين ان كل المعلومات وكل الاهداف اللي احنا مطلوب نحققها من دراسة التطبيق كلها مرتبطة ببعضيها وما ينفعش ان احنا نستقل بجزء عن جزء تاني لا كله مرتبط ببعضه حتى التمرينات او التطبيقات او الانشطة اللي احنا بنحلها مع بعض بنلاقي ان هي كلها مرتبطة مع بعض ما نقدرش نقول ان السؤال ده من الدرس رقم 3 السؤال ده لأ من الدرس كزا لا كلها عندنا التطبيقات بتاعتنا كلها بتبقى اهدافها مرتبطة مع بعض طيب نرجع تاني للسؤال بتاعنا للتعديل على محتويات الخلية بعد اتمام الادخال نضغط على مفتاح F2 والاجابة دي اجابة صحيحة زي ما قلنا قبل كده هو ان اي خلية في تطبيق ميكروسوفت اكسل لما ادخل فيها بيانات وجد بعد كده هو محتاج ان اعدل البيانات دي محتاج احذف منها جزء محتاج اضيف عليها جزء محتاج ان انا اعيد التنصيق محتاج ان انا اعمل اي عملية اجرائية تنفيذية عليها بضغط على مفتاح F2 من مفاتيح الوظائف اللي هي موجودة على الكيبورد وببتدي ان انا يتحلي ان انا اقف بالكيرسل واعدل في الخلية الجزء اللي انا عايزة اعدله يبقى الاجابة صحيحة تعالوا نشوفي السؤال اللي بعده لادراج ورقة عمل جديدة نضغط على الايكونة اللي هي دية اللي بالشكل ده اللي احنا شايفينه ده من شريط التنقل بين اوراق العمل تعالوا كده بقى مع بعض نرجع مراجعة سريعة كده على شريط التنقل بين اوراق العمل قلنا ان هو فيه ايه بيبقى موجود عندي اسامي الشيتات اللي انا شغال عليها دفتر العمل الورك بوك زي ما قلنا بيحتوي على العديد من الشيتات شيت واحد شيت اتنين شيت تلاتة ولو عايزة اضيف فيه امكانية تطبيق مدهالي ان انا اضيف شيتات جديدة طيب من ضمن العمليات اللي بجريها على شريط التنقل بين اوراق العمل ان انا بضيف شيت جديد نفتكر مع بعض عملنا ايه تاني برافو عليكم عملنا تلوين لوراقة العمل وانتو تملي بتحبوا تشتغلوا في الحاجات اللي فيها الوان وتلوين وبتحبوا ان انتو تتعلموها واكيد فاكرين لما اشتغلنا مع بعض وعملنا تلوين لوراقة العمل لما قلنا ان مثلا هعمل شي تسميه الميزانية شي التاني اسميه حساب ارباح وخسائر شي التالت لسنة عشرين واحد وعشرين او عشرين اتنين وعشرين فانا بالنسبالي لما الوين الشيتات دي بتبقى مريحة للعين وانا بشتغل انا بقعنا بتقع على الشيت كده بعرف ان انا اللون الاحمر ده عملا للميزانية اللون الاصفر ده انا عملا لمرتبات الشهور وهكذا فدي بتبقى مريحة وبتسهل الشغل وبتدي شكل جمالي للورك بوك اللي انا شغالة عليه طيب قلنا ايه تاني انا ممكن اعمله على شريط التنقل ما بين اوراق العمل ايه المهم اللي انا ممكن انفزها تاني ممكن زي ما قلنا ان انا اضيف شيت اي يعني ورقة عمل زي ما انتم بتقولوها ورقة عمل ممكن ان انا الوينها ممكن ان انا احذفها ممكن ان انا اعمل نسخ المحتوياتها وعملنا التطبيقات دي كلها وشفناها مع بعض من ضمن التطبيقات ومن ضمن الاهداف اللي احنا حققناها مع بعض ان احنا ادرجنا ورقة عمل جديدة او شيط جديد عن طريق الايكونة اللي احنا شفناها مع بعض دلوقتي وقلنا ان هي بتعمل ايه لو ضغطت عليها بالموس بلاقي انضف لي شيط جديد او ورقة عمل جديدة في شريط التنقل ما بين اوراق العمل برافو عليكم احنا افتقرنا مع بعض دلوقتي اللي احنا خدناه قبل كده جزئية اللي احنا شرحناها بعض الاجزاء مجرد بس زي ما قلتلكم ان هي تنشيط للزهن كده هو علشان ايه ندخل كده بهمة ونشاط وحيوية واقبال على الدرس الجديد اللي هنتعلمه مع بعض دلوقتي وهو استكمالا للاجزاء السابقة يلا مع بعض كده هو نشوف التعامل مع اوراق العمل في المصن حصف ورقة عمل في عندي قزة طريقة علشان ان انا احذف ورقة عمل هنتعلم منها طريقة دلوقتي اني بقف على اسم الورقة ورقة العمل دي واعمل كليك كيمين بالماوس واختار الامر دليت فبتظهر لي رسالة تأكيد بعد ما تظهر لي الرسالة باختار منها دليت تعالوا مع بعض كده هو نشرح بشكل عملي ونشوف ازاي احنا هنبتدي نحذف ورقة عمل موجودة طبعا زي ما انتو شايفين ادي شريط التنقل بين اوراق العمل فيه كزا شيط شيط سيبن شيط سري هاجي افع عندي شيط سيبن وعمل كليك كيمين عليه فيها لقي عندي كزا امر في عندي انسيرت وفي عندي دليت زي ما خدنا قبل كده هو لما اضفنا ورقة عمل اللي احنا لسا واخدين عليها سؤال دلوقتي ادي امر الدليت اهو مكتوب قدامي انا واقفة نركز واقفين على انه شيط اهو الشيط اللي انا واقفة عليها هو شيط سري هلاقي الامر دليت ضغط عليه انزل بص كده هو هلاقي اتحذف من عندي مش موجود في الشتات الخاصة بالورك بوك طيب تعالوا بقى مع بعض كده هو طبعا اهنا اتعودنا مع بعض ان احنا لما نتعلم اي مهارة لازم اعرف انا بتعلمها ليه مش مجرد ان انا تعلمتها كده وخلاص علشان انا هتسئل فيها في الامتحان واجاوب عليها صحة وخلصت والسنة خلصت واتنقلت لسنة جديدة واخد مواد جديدة او تطبيقات جديدة في تطبيقات ميكروسوفت اكسل او في مادة الحاسب الالي اللي خاصة بينا لا طيب احنا عايزين زي ما قلنا تملي وبأكد عليكم ان احنا بنوظف كل مهارة تعلمناها بحيث انا استفيد بيها في تجاربي العملية وفي حياتي العملية وفي استخداماتي خارج نطاق المدرسة وخارج نطاق المعمل اللي انا بنزل اخد فيه حصة الحاسب الالي نشوف مع بعض كده هو المهارة اللي احنا تعلمناها دلوقتي اللي هي حسف ورقة عمل لو انا شغالة في بيئة عمل معينة سواء شركة سواء مهسسة سواء هيئة سواء مجال خاص اي مجال انا شغالة عليه فيه وانا شغالة على تطبيق ميكروسوفت اكسل وبستخدم التطبيق دو في اني بعمل الحسابات الخاصة بالمنشأة دي او ببيئة العمل دي مش احنا قلنا ان تطبيق ميكروسوفت اكسل برنامج حسابي واسمه اكسل جاي مشتق من اكسلانت يعني الممتاز في المحاسبة يبقى طبيعي جدا ان اي بيئة عمل بتشتغل في مجال الحسابات ولا تخلو اطلاقا بيئة عمل من انها تستخدم برنامج خاص بالحسابات طيب وانا شغالة كده وبعدين عملت شيط وسجلت فيه بيانات وبعد كده هو اكتشفت ان الشيط دو انا عندي فيه اخطاء والافضل ليه ان انا اعمل البيانات اللي موجودة فيه او ارتبها من اول وجديد علشان تصليحها هياخد مني وقت كبير جدا وجهد كبير جدا فاسهل حاجة ان انا احزف الشيط ده ليه علشان ما يلخبطنيش بعد كده انا لو جيت ما فتحتش الورك بوك دوة لمدة طويلة وجيت بعد كده فتحته وانا عندي الشيط الغلط ده وفي نفس الوقت عندي الشيط اللي صح هتلخبط ما بينهم مش عارف انهي الاحدث فيهم فهبتدي ان انا قاعد اراجع الشغل تاني عشان اعرف انه الشيط اللي موجود معي او ورقة العمل الاصح اللي انا ايه حدست عليها البيانات او عدلت عليها او صخحت عليها فلذلك من الافضل ان انا احزف الشيط دوة لو انا بقى مش متعلمة المهارة دي ان انا احزف الشيط انا مستغنية عنه او فيه اخطاء كتيرة هقدر ان انا اتعامل معي انا ممكن افتكر ان الشيطات دي ما بتتحزفش زي اي شيء موجود عندي ايكونة موجودة عندي او اي تبويب موجود عندي افتكر انه هو من اساسيات تطبيق ميكروسوفت اكسل لا انا تعلمت مهارة ان انا الشيء اللي عايز احزفه من اوراق العمل بكل سهولة انا اقدر احزفه وتملي زي ما قلتلكم نربط ما بين المهارات اللي احنا بنتعلمها هنا وبنتعلمها في الفاصل وبنتعلمها في المعمل وبنتعلمها في المدرسة وبنتعلمها على اللابتوب بتاعنا او على الموبايل او على التاب تملي نربطها بالحياة العملية علشان ايه علشان انا بتعلم علشان استفيد بالعلم دو في الحياة العملية مش مجرد زي ما قلنا مجرد امتحان وخلاص طيب تعالوا معينا هنا هو نشوف بقى مهارة تانية من التعامل مع اوراق العمل في الدرس بتاعنا اعادة تسمية ورقة العمل اللي هي بنسميها ايه ري نيم ري نيم نيم يعني اسم زي ما احنا عارفين لما ييجي ري قبل الكلمة يبقى ليها معنا اعادة تعالوا مع بعض كده هو انا عارفة ان انتو بتحبوا تشتغلوا عملي علشان تفهموا المهارة وتتعلموها كويس ادي عندي شريط التنقل بين اوراق العمل تمام اه شيط واحد شيط اتنين شيط تلاتة انا جايب لكم كذا شيط علشان يبقى الشرح واضح عليه هاجي هشوف كل الكايمين عليه زي ما شفته كده انا بضغط كل الكايمين بالماوس بلاقي الامر ري نيم قدامي اهو انا نركز نشوف احنا وقفين فانهي الشيط ادي الشيط اللي انا وقف عليه اخترت ري نيم مجرد ما بختار ري نيم بلاقيه تحدد بلون مختلف بالشكل ده انا ممكن امسخ بزرار الدليت اللي على كيبورد اهو مسحت او ممكن ان انا اكتب على التحديد هيكتب عادي غيرت الاسم وخليته تدريبات شهر مارس طيب انا لما انا كتبت مرتبات شهر مارس بالشكل ده اتغير الاسم معايا وبدل ما كان شيط وان بقى ايه بقى مرتبات شهر مارس طيب تعالوا مع بعض كده هو نشوف انا الري نيم ده استفاد منه في الحياة العملية ازاي تمالي لما بنعلمكم المهارة دية في الفصل او في المعمل الحاسب الالي كلكم بتحبوا تغيروا اسم الشيط لاسمكم تحبوا تغيروا بدل ما هو شيط او ورقة عمل واحد تعملوا كلكمين وتختاروا ري نيم وكتير جدا منكم يحب يكتب اسمه شوف اسمه ظاهر كده هو على اسم الشيط بدل ما يكتب شيط وان طيب احنا دلوقتي في الحياة العملية هنوظفها ازاي لو انا مثلا عمل ورقة بوك نسميه مرتبات عشرين واحد وعشرين تمام كده مرتبات عشرين واحد وعشرين اول ما بفتحه ممكن اعمل كده هو باج وهنعلمكم ازاي تعملوا اشكال على تطبيق ميكروسوفت اكسل وتكتبوا فيها مرتبات الشركة او المؤسسة او الهيئة عن العام عشرين واحد وعشرين وتبدأوا ان انتم ايه تعملوا مرتبات شهر يناير فبراير مارس ابريل الى اخر ديسمبر طيب لو انا استغلت المهارة اللي انا تعلمتها في ان انا ادرج اوراق عمل في المصنف مش احنا من شوية لسه متعلمين ازاي ادرج ورقة عمل جديدة في المصنف ودلوقتي اتعلمت ايه ان انا اغير اسم ورقة العمل دي شفتوا المهارات مرتبطة مع بعض ازاي لما باجي اشتغل في الحياة العملية خدتوا بالكم ليه احنا بنقول لكم ان ما تفصلوش المهارات اللي بتتعلموها في كل درس عن الدرس اللي قابله لان انتو هيجوا عليكم وقت هتستخدموا كل المهارات دي مجمعة في شغلكو الفعلي العملي اللي انتو هتستخدموا تطبيق ميكروسوفت اكسل للحسابات فيه على الواقع الفعلي طيب نرجع بقى للمثال الحي بتاعنا اللي احنا قلناه ان انا هعمل ووركشيت ووركبوك كبير عندي عن مرتبات سنة 2021 نفست الشكل الخارجي بتاعه هاجي عند اوراق العمل هعمل ايه بقى اول حاجة هضيف اوراق عمل بعدد ايه بعدد شهور السنة يعني كم ورقة عمل او كم شيت 12 شيت طيب انا كده مهارة اضافة ورقة عمل استخدمتها هنيجي للمهارة التانية اعادة تسمية ورقة العمل هاجي اعمل ايه همسك اول شيت اللي مكتوب عليه شيت وان كليك كيمين عليه زي ما تعلمنا من شوية و اقول ايه اختار امر ايه رينام رينام ابتدي اكتب ايه مرتبات شهر يناير اروح على شيت رقم 2 كليك كيمين عليه برضو واكتب واختار الامر رينام واهم كتب ايه في شيت 2 مرتبات شهر فبراير وهكذا الى ان اصل الى مرتبات شهر ديسمبر تمام كده هو طيب يلا ننتقل للمهارة الجديدة تحديد اوراق العمل في المصنف تعالوا نشوف هنتعلم مع بعض ايه في الجزئية دي في عندي اكتر من مهارة هنتعلمها اول مهارة ازاي احدد ورقة عمل واحدة ورقة عمل زي ما قلنا يعني شيت تحديد اوراق عمل متجورة عندي عايز احدد شيت 1 شيت 2 شيت 3 جنب بعض تحديد ورقة عمل واحدة ننقر فوق علامة التبويب ورقة العمل وهنشوف مع بعض ازاي هنعمل الموضوع ده تحديد اوراق عمل متجورة لو انا عايز احدد شيت 1 شيت 2 شيت 3 فوق علامة التبويب اول ورقة هضغط على مفتاح الشفت وافضل ضغط عليه ولغاية ما احدد الورقة الاخيرة عشان احدد جميع اوراق العمل تعالوا نشوف مع بعض هننفس ده ازاي بطريقة عملية جميلة ادي شيت الابسل قدامي بالشكل ده الورقبوك بتاعي هنزل تحت كده عند اوراق العمل اهي اوراق العمل قدامي اهي شيت 1 شيت 2 شيت 3 لو انا جيت ضغط كده بالماوس كليك شمال بالماوس اهي دي تحدد الشيت اهو متحدد يعني بصوا لونه مختلف عن بقية الشيتات وبلاقي انه هو كل الشيتات مقفولة من فوق كده الا الشيت اللي انا حددته ده هو مالوش حدود من فوق تماما كده انه هو ده الشيت اللي مفتوح معايا في الورقبوك الجديد اللي انا فتحه ده تمام كده طيب تعالوا بقى نشوف احنا ليه بنحدد اوراق العمل ولنفرض مثلا اه ان انا عايزة اعمل عملية تنصيق او عملية حسابية مشتركة ما بين كذا ورقة عمل او كذا شيت فلازم الاول احددهم مش احنا اتفقنا ان احنا اي مهمة عايزة نفذها لازم اعرف المكان اللي هنفذها فيه لازم احدده علشان الامر اللي انا هديه يتنفذ على الجزئية اللي انا محددها دي فانا بحدد اوراق عمل مع بعض لعدة اسباب ممكن عايزة اعمل عملية مشتركة ما بين هذه الاوراق فعشان كده ده بيستدعي ان انا احددها طب انا بحدد ورقة عمل واحدة ليه علشان اعرف ان هي دي اللي انا شغال عليها احيانا لما بيكون عندي وركبوك وفي شيتات كتيرة يعني اوراق عمل كتيرة ممكن انا فتحت ورقة عمل وان وعملت فيها عملية حسابية وبعد كده فتحت ورقة عمل تو اللي هو شيت واجرت او من كترة ما انا بتنقل بين اوراق العمل في حاجة معينة جيت ادور عليها مش لقيها في ورقة العمل اللي انا شغال عليها دي طيب اتأكد ازاي ان الورقة دي هي فعلا اللي انا شغال عليها او مش هي واتر او اتدرك الامر وافتح الورقة العمل التانية اللي انا عايز اكمل فيها ابص تحت عند شريط التنقل ما بين اوراق العمل لو لقيت اللي متحدد معايا ورقة عمل تو وانا محتاجة ورقة عمل سري لأ انا كده وقفة في المكان اللي مصخ واروح ايه احدد ورقة العمل او رقمه اللي انا عايز اشتغل علي فده الهدف الاساسي اللي علشان بنتعلم ازاي نحدد اوراق العمل طيب تعالوا نشوف ازاي نحدد اوراق عمل غير متجورة لازم برضو اقف عن علامة تبويب اول ورقة عمل وامل ايه ادوس على زرار كنترول كلنا طبعا عارفين زرار كنترول مكانه فين على كيبورد وافضل ضغط عليه ما شلش ايجي من عليه خالص وبعدين اضغط كليب كشمال بالموس على اوراق العمل اللي انا عايزة احددها تعالوا مع بعض بقى نشوف بالتطبيق العملي ازاي احنا هنعمل المهمة دي ايه دي عندي اه اوراق العمل اهي جنب بعضيها انا عايزة احدد الورقة العمل دي دست على زرار كنترول من على كيبورد وضغط بالموس على الورقة اللي انا عايزها غير متجورة فهنعمل ايه تاني عشان احدد ورقة العمل التانية برضو هدوس على زرار كنترول واضغط على ورقة العمل التانية علشان يتحدد لي كذا ورقة عمل وزي ما قلتلكم ازاي اعرف ان الورقة العمل دي هي اللي مفتوخة معايا بلاقيها ملهاش حدود من فوق ملهاش حدود من فوق كده يبقى انا ده اللي انا وقف عليه شيت 1 يبقى انا كده تأكدت ان الشيت اللي انا وقف عليه ده هو شيت 1 ولكن انا محددة انا محددة كذا ورقة عمل فهلاقيهم كلهم لونهم مختلف اللي انا محددها ركزوا هنا اللي انا محددها بلاقي لونه مختلف عن اللي مش متحدد بيبقى لونه افتح شوية ولكن اللي انا شغال عليه هو بيبقى لونه فاتح او لونها كده هم مختلف فاتح ولكن غير غير محددة من الاعلى فمعنى كده هو ان هي هي دي ورقة العمل اللي مفتوحة واللي انا شغالة عليها تعالوا بقى مع بعض هنا هو نشوف تحديد جميع اوراق العمل في المصنف علشان انا حدد جميع اوراق العمل في المصنف زي ما انتو شايفين كده الزر الايمن للموس بتاعي او الفقرة فوق علامة تبويب ورقة العمل يعني ايه علامة تبويب علامة تبويب يعني اسم ورقة العمل اسم ورقة العمل اللي انا واقفة عليها واختار من القيمة المختصرة select all sheet select all sheet تعالوا مع بعض برضو نشوف ازاي هنتعلم دو عملي ادي الوركبوك اللي انا فتحها وادي اه اوراق العمل اللي موجودة فيه ادي sheet one sheet two sheet three كل الشيتات اللي انا ضيفها لو انا جيت وقفت زي ما قلتلكم كده هو على اي ورقة عمل دي بنسميها اوراق العمل تمام وزي ما ما تعلمنا ازاي ان احنا بنحددها كلها او ازاي بنحدد المتجاور منها او المتفرق منها ادي هقف هنا عند اه ورقة العمل sheet خلوا بالكم اه حبيت اواردكم حاجة هنا هو ان ممكن تكون الشيتات مش مترتبة معايا لان انا ضفت وحزفت كذا sheet فمش الامر اول ما اول ما ضغطت عليه بص ايه اللي حصل اللي حصل ان اوراق العمل كلها اللي موجودة في الورك بوك بتاعي اتحددت ازاي عرفت ان هي اتحددت زي ما انا كده ان هي ايه اتحددت طب تعالوا معايا كده هو نشوف مع بعض هو احنا ليه بنحدد جميع اوراق العمل في المصن نرجع شوية زي ما علمتكم قبل كده هو ان انا ببقى محتاجة ان انا اعمل اي تنسيق محتاجة اعمل اي اضافة او محتاجة ان انا اعمل اي عملية اجرائية تنفيذية على جميع الشيتات اللي موجودة في الورك بوك بتاعي فبدل ما انا افتح ورقة عمل واحد وعدل فيها واقفلها افتح ورقة عمل اتنين واجري عليها العملية اللي عايزها واقفل لا هي طريقة اسهل ان انا اعمل عليهم نفس العملية اللي انا عايز اعملها عليهم كلهم في خطوة واحدة بس من ان انا زي ما قلنا مع بعض بقف على القيمة هاختار select all sheet فهبص لقي كل الشيتات معايا اتحدد تمام تعالوا مع بعض كده هو نشوف المهارة الجديدة اللي هنتعلمها مع بعض دلوقتي اخفاء واظهار ورقة العمل علشان اخفي ورقة عمل موجودة في sheet excel او في ورق بوك بقف بالزر الايمن للفقرة او الموس على اسم الورقة سواء هي كان اسمها sheet one او ورقة عمل او اي اسم تاني انا سمتها بي وclick kameen هتظهر معايا القيمة المختصرة اخطر منها الامر hide طب دو بالنسبة للاخفاء بالنسبة الازهار لازهار ورقة العمل نفس الخطوات مع اختلاف الامر اللي انا هضغط عليه اول حاجة ان انا بضغط بالزر الايمن للفقرة او الموس على اسم ورقة العمل اللي انا عايز اعمل لها اظهار وclick kameen هتفتح معايا القيمة المختصرة اختار منها ايه الامر un high تعالوا مع بعض بقى نشوف التطبيق العملي للمهارة اظهار واخفاء ورقة العمل انا عندي ايدي شي تونه عملت علي kameen اتفتحت لي القيمة المختصرة بكل الاوامر اللي فيها دوست ايه على hide اول ما دوست على hide هلقي ورقة العمل اللي انا كنت مستهدف ها حصل لها ايه اختفت من عندي طب لو عايز اظهرها تاني واقف على ايه ورقة عمل وافتح القيمة المختصرة هلاقي الام un hide ها بص لائي ورقة العمل اللي هي اختفت من عندي بالامر اللي اخترت هلاقي ها ظهرت عندي ورجعت في مكانها الطبيعي تاني انا لما بختار un hide بيقول لو انا كنت عام hide اخفاء لأكتر من ورقة عمل فلو اخترت un hide بيقول انت عايز تظهري un hide انهي وحدة فيهم لان انا عام لكذا وحدة لو انا عايز اول وحدة دي هقف عليها وقول اوكي هبص لقيه اظهر هالي ولكن لم تظهر الورقة التانية اللي انا عام لها اخفاء برضو لان انا ما اخترتهاش طب اخترتهاش فما ظهرتش هاجي انا عايز اظهرها برضو بقف عليها وقوم ايلاله اوكي اوكي يعني انا فعلا هي دي اللي انا عايز اظهرها هلاقي اظهرها لي وكل الورقتين اللي كنت عامل لهم hide ظهروا عندي لما اخترت الامر un hide وهبص الاقي شريط اوراق العمل بقى موجود طيب تعالوا بقى مع بعض كده هو زي ما احنا اتعودنا احنا ليه اتعلمنا المهارة دي المهارة دي اتعلمناها علشان لما اكون احنا شغالين على وركابك وانا عاملة مثلا هتديكم مثال بالمرتبات والحوافز والضرائب والاستقطاعات اللي انا بعملها على حسابات العاملين بالمؤسسة اللي انا شغالة عليها فيه مثلا كشف من ضمن الكشوف دي انا طبعا عملاله ايه عملاله شيت عملاله شيت اكسل ومسمي حوافز العاملين بفرع مثلا ايه بفرع المؤسسة في الجيزة تمام انا مسمي كده ف بعمل عليه عمليات اضافة الحوافز للعمال والساعات والحسابات اللي كلنا عارفينها اللي احنا بندرسها في المحاسم والله انا فيه حد بيشتغل على الجهاز دو مثلا معي انا شغالة في مكان في مكتب والمكتب والجهاز دو فيه اكتر من حد بيستخدمه وانا شايفة ان دي اسرار موظفين ومش لازم ان حد يتطلع عليها احنا بنشتغل لو انت بتشتغلي او انت بتشتغل في المكان دو فانت عايز تحافظ على معلوماتك علشان دي امانة موجودة معك دي امانة خاصة باصحابها معلومات خاصة باصحابها فانت تعمل ايه او تعملي ايه تستغل الامكانية او الاداة اللي موجودة في تطبيق ميكروسوفت اكسل اللي احنا من خلالها بنخفي الورقة العمل او شيت الاكسل ان انا اخفيه انا يعني حتى لو حد فتح الفايل ده بالقطق بيدور على حاجة بي مش عارف هو كان حافظ حاجة فين فطلع قدامه الملف دو افتكر انه هو دو شغله او هيحب يعدل عليه حاجة لا فحتى لو اتفتح بالقطق هو اللي فتح هو مش هيعرف يشوف الشيت اللي هو مش موجود الا اذا هو طبعا اوصد انه هو يفتح ويدور على الشيتات اللي هي من الظهرة ولكن اي مستخدم عادي فهو هيفتح مش هيلاقي الشيت اللي احنا عملين له عملية هايد الا اذا هو عمل له انهايد في وسائل حماية اخرى هنتعلمها ما بعد ان شاء الله وسائل الحماية دي المستخدم فقط اللي انشأ الملف وعمله حماية هو اللي يقدر انه هو يفتح وفي وسائل حماية اخرى انه ممكن هو حتى يفتحه بس ما يقدرش يعدل فيه فان شاء الله هنتعلم مع بعض ولكن حبيت اعرفكم اهمية تعلم هذه المهارة في الحياة العملية تعالوا مع بعض بقى نشوف المهارة الجديدة هتعلمها مع بعض دلوقتي اللي هي ايه محتويات ورقة عمل بالكامل اللي لنا علشان تنقل او تنسخ محتويات ورقة عمل بالكامل نضغط بالزر الايمن للفقرة او الموس على اسم الورقة المطلوب نقل او نسخ محتويات محتوياتها في الشريط ونختار موف اركبي يعني ايه الكلام ده انا لو عايزة انقل او نسخ اي محتوى في ورقة العمل سواء كان هذا المحتوى بيان او اي شيء اخر بزر الفقرة الايمن على اسم ورقة العمل اللي انا عايزة اجري عليها هذه عملية النقل او النص واختر اختار ايه اختار ايه من القيمة اللي هتظهر لي موف وور كوب تعالوا مع بعض نشوف عملي ازاي هنطبق المهارة دي انا جايب لكم ووركوب كو في بيانات مكتوبة اهي بالشكل ده علشان نجري عليها عملية النسخ او النقل البيانات عبارة عن مصنفات موجودة في شركة بيتعاملوا معها غسلات تلاجة سقان الكمية الموجودة السعر وهكز تعالوا مع بعض بقى نشوف هنطبق عملية النقل والنسخ دي ازاي ده الوركبوك اللي انا شغاله عليه وادي الشيت ادي الشيت 6 اللي انا كتبقى فيه البيانات دي انا البيانات دي زي ما احنا شايفين عايزة اجري عليها عملية نسخ او عملية نقل هاجي عن الشيت اللي هي مكتوبة فيه افرض ان انا عايزة انقلها الشيت رقم 6 او رقم 1 باجي عمل كليك هتطلع للقايمة المختصرة الاقي زي ما احنا شايفين move or copy move or copy نركز احنا وقفين فين في الشيت 6 اللي هو فيه البيانات دي رحت ضغط عليها move or copy هلا ايه بيقول لي ايه بيقول لي والله انت عندك البيانات اهية اللي انت كتبها بالشكل ده فيه عندك شيت 1 وفيه شيت 6 وفيه شيت مرتبات شهر مارس وفيه شيت 3 انت عايزة تنقلي تنقلي البيانات دي اللي في شيت 6 عايزة توديها فين عايزة تحطيها في انهي شيت من دول وبيخيرني فانا ببص كده هو هلاقي نفسي وقفة في شيت 6 واجي البيانات بتاعتي هبتجي افكر البيانات دي انا عايزة انقلها في انهي شيت من دول لا طيب بيديني ببص كده لقيت في خيار تاني اسمه كريات اكوبي كريات اكوبي دست على كريات اكوبي كده اللي حصل اللي حصل انه هو حطتلي شيت 6 اللي انا وقفة عليه دو وعمل لي بينقسين اتنين معنى الاتنين دي ان دي نسخة تانية من شيت 6 معنى الاتنين دي انه بيقول لي شيت 6 اللي عندك دو انا عملتلك نسخة تانية منه اهي وحطتلك فيها البيانات اللي انتي عملتلها كوبي اللي احنا عملنا لها كوبي انا دست عليه شيت 6 بينقسين اتنين اهي دي اهو لقيت فعلا هو حطتلي فيه نفس البيانات اللي موجودة فين في شيت 6 طي تعالوا بقى مع بعضك ده هو نشوف اه احنا هنتعلم ايه ان احنا نستفيد من المهارة دي في الحياة العملية ازاي خلوا بالكم المهارة اللي احنا تعلمناها دي كان فيها جزئين اللي كان مركز معنا كان فيها جزئين كوبي وموف كوبي وموف كوبي معناها ان انا هنسخ بيانات موجودة في شيت موجودة عندي واحطها فين احطها في شيت تاني طب الشيت التاني ده اللي اتعملت له عملية نسخ بقى اسمه ايه بقى واخد نسخ اسم الشيت الاولاني ولكن بين قسين بيحط لي رقم اتنين رقم اتنين ده عشان يقول يكلي بالك ان جيه نسخة تانية طب سؤال بقى للناس الشاطرة المركزة معنا اللي بتربط المعلومات اللي احنا بناخدها في كل درس بالدرس اللي فات هو شيت سيكس اللي بين قسين اتنين ده هو هيفضل اسمه كده يعني انا ماينفعش اغيره الامر رينام لا ينفع اغيره ينفع اغيره حتى لو هو نسخة من شيت تاني اه طبعا ينفع اغيره حتى لو هو نسخة من شيت تاني هعمل ايه كليك كايمين عليه ورينيم وبعد كده هو اكتب ايه اكتب الاسم الجديد ممكن عشان منساش اكتب نسخة من ورقة العمل ستة او نسخة من شيط رقم ستة عشان ابقى عارفة وما اتلخبط شي ما بين الشتات طب دي النقطة الاولانية اللي تعلمنا في المهارة الكوبي النقطة التانية بقى ايه الموف الموف معناها ان انا هنقل هنقل البيان كله اللي موجود في ورقة العمل ووديه ورقة عمل تانية طب هو كده هيكون ليه وجود في ورقة العمل الاصلية اللي انا نقلته منها لا ورقة العمل الاصلية اللي انا نقلته منها هتبقى فاضية خالص مش هيبقى فيها اي حاجة ان انا ما عملتش كوبي عملت موب نقلت البيانات كلها ودتها مكان تاني وضحت وضحت الجزئيتين اللي احنا تعلمناهم من شوية هم متدخلين في بعض بس هم ايه بقدر انفس كل واحدة لوحدها طب حاجة تالتة برضو اكد عليها ان انا لما بعمل عملية كوبي او عملية موب ويكون عندي اكتر من ورقة عمل في المصنف هو بيخيرني انت عايزة تنقليهم او تنزخيهم لانهي ورقة عمل لما يكون عندي كذا ورقة عمل فهو بيبقى طبعا مش فاهم هو في الاول وفي الاخر هو جهاز انا اللي بوجهه وانا اللي بستخدمه فلازم يسألني انت عايزة تحطيهم في انهي مكان فبتجي انا اراجع اوراق العمل اللي عندي وشوفي جزئية اللي انا عملت لها كوبي او موب دي عايزة حطها في انهي ورقة عمل واضغط كليكة بالموس على ورقة العمل اللي انا عايزة اودي فيها واقول اوكي على طول هينفزلي الامر طب تعالوا بينا نتعلم المهارة بقى اللي كلكم بتحبوها اللي هي تلوين اسماء اوراق العمل قال لنا ايه عشان نلوين ورقة العمل بقف على اسم ورقة العمل وبكليك كيمين بالموس يعني الزر الايمن وانقر على علامة الجدولة الجدولة زي هتطلع منين هتطلع من القيمة المختصرة مشانا مجرد ما بقف على ورقة العمل وهكليك كيمين بالموس بتظهر ليه القيمة المختصرة اختار منها ايه تاب كالر هتظهر قيمة بمجموعة الالوان فبختار منها اللون اللي انا عايزة تعالوا مع بعض كده ده ورقة العمل اللي احنا اشتغلنا عليها في التطبيق اللي فات تعالوا مع بعض كده نشوف آآ 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 آ� هي هبتدي انا اشوف ايه اللون اللي انا عايزه اه عايزة اكد عليكم ان انا لما بجي لي سؤال في تطبيق او في اختبار بختار اللون اللي هو بيقوله في السؤال ما اخترش اللون اللي يعجبني فخلوا بالكم من النقطة دي احنا هنا عشان بنشتغل تطبيقات خرة مع بعض بنختار اللون اللي احنا عايزينه ولكن في اي اختبار بختار اللون اللي في السؤال اي دي انا اخترت اللون الاحمر هلاقي ان كل اوراق العمل مش متلونة والوراق اللي انا لونتها هي اخدت اللون الاحمر اهو هعمل ورقة تانية لونها شد تاني تلك كايمين وتبقلر واختار لون تاني هبصة لاقي ممكن ما يظهرش معايا في الاول او بيظهر بس مش واضح لو انتقلت الورقة عمل تانية هيظهر هيبقى واضح اهو بعد ما سبت الورقة روحت الورقة تانية انه بيبقى خط خفيف تحت الاسم لما بحدد ورقة تانية بيظهر قدامي اهو دي اتنين هم لو انت واحدة بلون كذا وواحدة بلون كذا طيب تعالوا مع بعض كده هو اه نحاول ان احنا نشوف استخدام في الحياة العملية زي ما قلتلكم للتلوين طبعا زي ما قلتلكم قبل كده ان الالوان بتبقى مريحة في الشغل وبتبقى بتدي تنصيق جميل للشيط اللي انا بشتغل عليه ففي بعض الناس بتفضل ان هي بتميز الاوراق العمل بتاعتها بلونه بتبقى عارفة اللون الاصفر ده عشان ايه واللون الاخمر عشان ايه واللون الاخضر عشان ايه فدي بتبقى عملية تنظيمية للشغل بتاعهم طيب هل ممكن ان انا الغي لون ورقة عمل يعني انا عملت اللون وبعد كده اكتشفت ان انا لا ما كانش مفروض ان الورقة دي تتلون بلون اصفر لا ده كان مفروض ان هي تتلون بلون احمر هل من السهل ان انا اغير اه بالضبط زي نفس الخطوات هي هي اللي انا اخترتها وحددتها عشان ادي لون باختارها برضو واختار اللون اللي هو الاصلي اللي هو اللون الابيض اللي كلنا عارفينه وادوس اوكيه هبصى لقي ان هي حصل ايه رجعت للونها الطبيعي طيب تعالوا معنا نشوف ازاي انا بحدد خلايا ازاي احدد عمود ازاي احدد صف ازاي احدد مدى معين ازاي احدد خلايا في ورقة العمل نصف خلايا خلايا غير متجورة طبعا انتم متعودين لما احنا بنشرح لكم مهارة بنطبق عليها جزء العمالي على طول انا مش هطبق النهاردة انا هسيبكوا تفكروا في المهارات اللي احنا قلناها دلوقتي ازاي احدد ورقة عمل ازاي احدد عمود ازاي احدد صف وشغلوا مخوكوا شوية عشان لما نبتدي ان شاء الله نشرح في الدرس الجاي تبقوا عندكم فكرة ان احنا هنشتغل على ايه وتبقوا ايه كده متابعين وانتم عندكم خلفية وعندكم معلومة عن الدرس هو مش كل الدرس هي جزء من معلومة في الدرس الجاي ان شاء الله عشان كده احب ان انتم تكونوا ايه مجهزينها وجمعتوا معلومات عنها واللي عنده جهاز واللي يقدر يقعد في معمل المدرسة ايه يشتغل يفكر فيها يفكر فيها علشان تكونوا ايه حضرين معي معينا كده المرة الجاية وايه عندكم خلفية عن اللي هتقول نرجع مراجعة سريعة كده هو عن الاجزاء اللي احنا خدناها النهاردة خدنا تنسيق اوراق العمل اه اعرفنا ازاي ان انا اه اوراق العمل بتاعتي ازاي اغير اللون بتاعها ازاي اغير اه الاسم بتاعها وخدنا معلومات كتيرة رايزكوا تراجعوها ومش اقولها كلها عشان تراجعوا تاني وتستفيدوا تاني وتثبتوا المعلومات تاني طلب الاعزاء ساعدت بوجودي معكم في هذه الحلقة واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والسداد وخصوصا ان احنا داخليين على الاختبارات العملية للفصل الدراسي الاول رجعوا الحلقات كويس ورجعوا الاسئلة اللي قلناها في المراجعات واتمنى ان انتم تتحققوا على الدرجات باذن الله والى اللقاء في حلقة قادمة